بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجازية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معنا على نفس القناة بتاعتنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الاول والتاني الاعدادي فاحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليزي ابدائي اندي اعدادي ان شاء الله ان شاء الله النهارة شباب لقناة مع طرف الصف الثالث الثاني مستمعين اكتر معاصر عميشين تتا عشرين المراجعة النهائية مستمعين شباب مع جزء الخامس منه والنهاردة ان شاء الله هناخد الفيديو التاني في التدريبات اللي جاية على عموما في فيديو سابق كلمناك كلمناك عن حاجة اسمها سنتنس تركيب الجملة وده كان زي ما احنا قيمناه وقال انه افضل مراجعة لقواعد المنهج بتاعك في مية ستة وعشرين جملة عد زمن الفيديو بتاعهم الساعتين ونص وكانوا من اقيم ما يمكن الحديث عنه كمراجعة لقواعد المنهج بتاعك النهاردة ان شاء الله هناخد الفيديو التاني في السلسلة دي اللي هي سلسلة مراجعة مهارات الكتابة وهي هنراجع فيها ان شاء الله كل اللي كان لها علاقة بالسيلابس بتاعك اللي لا علاقة بالكتابة في عمومها او في اجمالها او بواجه عام باسم رحمة رحمة على بركة الله هنبدأ واول جملة بيقولك فيها او بعد جاء فراغ كزا هي عبارة عن جريدة جادة بيتم طبعتها على قطع كبيرة من الورق طبعا الجملة هي جات فين وامتحانها امتى وسند كام كله ده واضح طيب نقول البرودشيت اللي هي الجرائد القومية او بيقولوا عليها الجرائد اه واسعة للدشار القومي ولا المجازين مجلة عادية ولا برودكاست اللي هي الازاعة ولا تابلويد تابلويد هي بيقولوا عليها الجرائد الصفراء او الجرائد المتخصصة في الاخبار بتاعت الفضائح والحاجات اذا كده يرم بنا عافية هنروح للبرودشيت لان هي المقصودة بالجملة اللي قدامنا في رقم واحد نقول لك فيها انا لم تكن لدي حاجة لشراء ايه لشراء الخمس خل دبالك من الحكاية دي لما نقول تصف ثالث معناها ان انت انت قمت بفعل شيء لم يكن ضروري فعله في الماضي يعني انت عملت شيء ولم تكن انك ضرورة ليه طيب ايه بقى بريد ده معنى ايه بقى على موضوع العيشة انت ما اشتريتش لا ما حصلش كانت حتى ما عليك الشراء وعشان كده اشتريت لا لا توجد هناك حاجة للشراء في الحاضر ممنوع يعني تشري ولا انت ندمان على الشراهية دي لاني نيد انت هفتص فتال بتقول ايه انت عملت حاجة لم تكن هناك ضرور الفعله في الماضي بانت كده ندمان الجملة اللي قم تقول لك فيها الجملة اللي بتشد انتباه القارئ ده بنقول عليها هي بنقول عليها اللي هي معنى خلاصة وبتيجي بمعنى سيرة ذاتية ولا نقول عليها اللي هي الجملة الجاذبة اللي بتشدك ولكن خاتمة ولسيس الفرضية اللي قم عليها بمعنى الجملة الجاذبة او الجملة اللي بتشدك وده تفسيرها في رقم تلاتة اربعة قولك فيها يعني احنا احنا على وشك ان احنا نتقابل ليه يا عمي او نجتمع يعني عشان نناقش لعرض بتاعك وطرق الدفع الواضح كده ان الحكاية اللي لها قبل بزنس طيب نستخدم من جملة دي فينا شعور دعوة غير رسمية ولا خطاب عمل ولا ملف حقاق ولا خطاب تزكية لا ده اسمه ليه بقول احنا هنتقابل نشوف العرض بتاعك هتدفعي ازاي ببا دي ايه ده بزنس خمسة بدأ بي تو افراغ ايه ده ايه الكلام اللي ايه اللي ده الشيء ده بنستخدمه عشان نختتم بفقرة صغيرة او مقال كبير ايه ده عشان نبدأ بكذا ولا في خلاصة او اختصارا او زي ما يوليه خلاصة الكلام ولا على الجانب الاخر اللي بستخدم عشان نختتم بها فقرة شابق فيها معناها تلخيصا كزا او ملخصا كزا طبعا العنوان قدامنا واضح شابق بارت فايب اهو ايه احنا بنستخدم الشيء ده عشان نبين اني الكاتب متأكد من شيء وما ايه الكلمة او الصياغة من دول اللي باستخدمها عشان نقول ان الكاتب متأكد بفضل ولا از والاز بالاضافة الى ولا معناها اجمالا او وضعا في الاعتبار آآ لكل العوامل اللي بتمور بيها العملية او الحكاية او الموضوع انت بتتكلم عنه ولا من الواضح انا ايه هناخد دي معناها من الواضح انا ودي ايجابتنا في جون رقم سبعة بيقول لك فيها فراغ بيقفل الشيء ده ايه الحاجة اللي من الارباعة ده اللي بنستخدمها عشان نقدم بها افكار افكار متناقضة نبدأ بكزا ان سمري تلخيصا لهذا السبب على الجانب الاخر هي دي على الجانب الاخر هي اللي بتديني افكار متناقضة احنا بنستخدم الشيء ده اللي هي جيهن عشان نقدم انا ايضا هي فكرة بتقولها بعد ما تضع في اعتبارك كل الحقاق دي هي بقى اللي هي ايه اللي هي بمعنى اجمل ان طبعا بقى الاختيارات كلها احنا قرناها وترجمناها بكده تسعة بدأ فراغ از يوز تو الشيء ده بنستخدمه عشان نقدم بيه اه طبك معناها موضوع او فكرة جديدة اللي نستخدمه عشان اقدم بيه لسه حضرتك بتبدأ يبقى لكي نبدأ بكزا او بنبدأ بكزا ان سمري ده ترخيص سواء لهذا السبب وانده على جانب الاخر واحنا سبق وترجمناها حرك الشاشة عشان نخلي جو من رقم عشرة نحن نبقى فيها ويوز احنا بنستخدم اللي جايدة عشان نضيف فكرة طالما هتضيف فكرة يبا انت بتاخد حاجة اسمها از والا از ليها معناها كانوا لكيه بالاضافة الى كزا. حضر عشر بقى اللي اختيارات المستخدمناهم لك وعند كلهم احنا ترجمناهم بقى كده. حضر عشر بقى ده فرق خلاص يا شباب احنا بنرجع مراجعة نهية للمتحان يعني اعتقد ان احنا نقول معناك كلمة في قومنا سبق كده فلاص اعتقد ان هو كافي عشان تقدر كمان تاخد على حتة ان انت تسترجع بقى المعلومات خلاص بقى كفاءة احنا هنمتحن ان شاء الله خلال ايان. طيب حضر عشر بقى ده مراجعة لك الشيء ده اللي هنا اه ده بستخدمه عشان ابين بي النتيجة او التأثير طيب نقول انتو بجنوز ازاي هنبدأ بالنتيجة انسامني في شكل تلخيص لهذا السبب اه لهذا السبب يعني الحاجة اللي عدد دي هتأدي لي الكاز اه تمام يبا هو ده كلام طيب ان دي اعلى الجانب اخر بتديني افكار متنقضة. نجملك فيها احنا بنستخدم الشيء اللي جاء تنديوز. اللي جاي ده بنستخدمه عشان ايه? نوضح بيه سبب لشيء. ايه السبب? ايه اللي يوضح السبب? بفضل. اه بفضل الشيء ده يبقى اه ده السبب تمامي بهاي دي. بفضل هي اللي تعتبر سبب لشيء معين. كده بتكمل بتستخدمه. از والاز بالاضافة الى انبالانس فرحان اهزم لنا في اعتبار كل الامور المتعلقة بالشيء. اتس كريسا بكريل من الزواضح. خلي بالك انت بتقول ان هو بترجم معك تاني. تلات عشر. معناها تحية يا شباب. انا في خطاب رسمي او او حتى ايميل او حتى ايميل. مينة دولة اللي هي تحية رسمية. تمام? اه اه في النهاية. مش في البداية. في نهاية المخلص لسيادتكم. ولا تلو ميت حتى ننطقي. المخلص لسيادتكم. بنستخدمها بمعنى اجمال انه دي في الاي سي. مش بستخدمها في الفورمال لتر او تعتقده بالفعل. طب نقول اجمالك. ولا من ناحية. ولا كي اكون امينا. يعني بالامانة زي ما بيقولوا كده او انا اكون امين معك. نستخدمه بدلا من هنقول كي اكون امينا. عنده معناه انت بتعبر عن حاجة اعتقاد لك انت. بس انت امين في عرض ايه? في عرض هذه المعلومة. هذا الاعتقاد. خمس وشبه ده. فراغة. مين دي الكلمة اللي هنا اللي بتديك بتقدم اعتمالية شيء او امكانية شيء. اتوازن انت لم يكن كزا حتى كزا? ولا من المحتمل انه? يعني فيه ممكن يحصل ومقدة دي امكانية. انه بفضل كزا? ولا اكثر اهمية من ده كله? لا. ايبان وليه من المحتمل اني? لان هي بتديني حاجة اسمها ان كاني. نشارك الشاشة اشان نخليكم رقم ستاشر هي عنوان بدأ بفراغ برد وكذا از يوز تسيي that something is definitely will or will not happen whatever the situation is. الشيء ده بنستخدمه عشان يقول لك ايه? ان هناك شيء ما بالتأكيد بالتأكيد. يا اما هيحصل اما مش يحصل ايا ما كان الموقف. طب دي ايه? لذلك? تمام? ولا كزا او كزا سواء ده كزا ولا كزا الدنيا هتمشي زي ما هي هتحصل لك كل حاجة? ولا اللي همعناها بكوز? ولا زيها زي يقول زو عرغم من كزا لا يا باشا. كزا او كزا. يعني زيقول لك حصل ده ولا كزا الدنيا تمام يعني الشيء ده مكمل في زي كدو. سبعتاشر بدا بفراغ is used to add another piece of information. الشيء ده بنستخدمه عشان نضيفه معلومة جديدة. to what you have just said لما قلته للتاو. according to طبقا لي? لا. come to the conclusion that. انختتم منول كزا. ولا compare to بالمقارنة معها. ولا بالاضافة هي دي. بالاضافة البنت بتضيف ايه معلومة. ولك ايه? اد معناه يضيف. تمنتاشر فراغ هي جاية. الشيء ده بيقدم اديفرانت وي. طريقة مختلفة. عشان تقول حاجة بها. حاجة انت قلتها بلكده. بس ايه? حاجة جديدة. الشيء ده بيقدم بطريقة مختلفة لحاجة انت قلتها بلكده. طب نقول لها take them into account. واضحا كزا في الاعتبار. ولا let me explain. دعاني اشرح لكم يا جاي. معناها اشرح لكم اللي جاي. ولا in return. ال return كمان يقول لكي حد يخذ يعني بدور كزا يعني او بناء على كزا. another words معناها بكلمات اخرى. اه بكلمات اخرى معناها انت هتشرح الايه? هتشرح الاعدة بس بطريقتين. ايه بها دي? تصحة اشرب لك فيها تبدأ الفقرة الاخيرة في المقالة الكبيرة بايه? ختاما ولا يورس فيس فلي المخلص لساعدتكم دي طبعا في الايميل والليترز. وانسا بوني طاني ودي في الحكايات ازا تمر ولا سيوزين اراك حين از يعني شوفك في لايه الوقت ده? ختاما هي اللي بتستخدمها عشان نبدأ بيها اه نهاية اه فقرة صغيرة او او المقالة البي رئيسي. ايش يقول لك فيها المباراة اه والغياد بسبب الانطار لغزيرة طيب. ايه اللي جاي ممكن يكون بديل لبكوز اوف بدلا اللي هي بسبب كزا. يعني ان تيجي بديلة لبكوز اوف بكوز اوف معناها بسبب كزا. احنا قلنا هي مش هي مراضة في الاعتبار كل الاحتمالات بعد كل اللي حصل اجمالا معناها بكوز اوف معناها بسبب كزا. نحرك الشاشة ونروح مع الجملة اه رقم واحد وعشرين ودي بادها برضو فراغ ويبقلها فيها. الشي ده is used to introduce different points of view. ده اللي احنا قلنا هنا هو الشي اللي هيكون لسه نقوم باجابة طبعا. بيتم استخدامه لتقديم وجهات نظر متبينة او ايدياز افكار اي اتساترا الاخ خاصة الانتباء وخصوصا ما تكون متناقضات. يعني اللي جاي ده او الحاجة دي بتقول ان اللي جاي فكرة مختلفة او بيديك متناقض مع العد. طب نقول ايه اجمالا ولا من ناحية. اكون امينا انت تتقف بدلا من من ناحية. معناها ان انت بتقول حاجة وبعد شوق تقول ايه. يبقى من جانب كزا. ومن جانب اخر كزا. يبقى ده معنا ان انت ايه بتعرض افكار متناقضة. اتنين وعشرين بدء افراغ وليك فيها. الشي ده بيديني ايه بيديني السبب. طب لم يكن كزا حتى كزا. ولا لذات من محتمل اني. ولا انه بفضل كزا يبقى ده. اه سبب هي دي. اكثر اهمية من كل ده. ده يا باشا معناها انه بفضل كزا. يعني بفضل الشيء ده حاصلك ايبداك انه هو السبب. تات عشرين كزا مين اللي جاي ده? اللي بيديني معناها الغرض. يعني انت عملت حاجة بغرض حقي. اه ايبا ايبا كزا لا مش هي. ديوتو معناها بكوز. ايبن زو او زو دي تدي نتناقل. لا. بسو ذات هي اللي بتدي نتناقل الغرض. عرب عشرين بدء فراغ. الشي ده از يوز دوين. بنستخدمه عندما. بنحق في اعتبرنا بمعنى مقاس. معناها جودة. معناها مقدار. لشيء ما بالعلاقة مع حاجة تانية. يبقى ايه ده? بالوصول للخاتمة اني بالمقارنة مع اهيه دي. يبقى انا كده ايه بقع. بضع في اعتباري الحاجة بتاع ده المقاس. الجودة. المقدار بتاع شيء ما. وعلاقته بشيء يشبه له. بنقارن ببنحق تيب. نديش انتوه معناها بالاضافة الى. خلاص خلنا اجابة واحدة صح. نحرك الشاشر نخلي جمنا اقام خمسة وعشرين اللي زهر قدامنا. لما تكون عايزة توضح حاجة لحد. ممكن تبدأ بايه? بالكلمة دي. ضع كزا في اعتبارك ولا? ده يعني اشرح لك ولا? زي ما قلنا ايه? اه كانوا بقولك ايه? بدور كزا? او يعني ايه? بنعنى على على ما عدى? على ما مضى يعني? بكلمات اخرى. كده هيقولك ايه? دعني اشرح لك. انا عايزة باين لك كزا او اشرح لك. في استرجم عليك فيها. تبدأ ان انت تحكي قصة ازاي? ترويها ازاي? بالختام? ولا يرسف المخلص لسيادتكم? ولا ده مرة? ولا سيو ذن اراكا لحق او عند از يعني. دي اللي بنستخدمها في الروايات او في الحكايات لما كنا انا عاستحكي القصة. وتحديد امرو عليها اللي هي اللي هو رواي. سابق شو بقولك فيها. ايه في اللي جاي في الاربعة دولة اللي معناها على الرغم من ما قيلة او ما هو متوقع. معلوها ده في اكتبار كل المواقف. افتر اول. افتر اول كانو بيقولك ايه? بيقولك اه اه هي دي بالزبط. اللي هي دي سبايت ع الرغم من اني كل ما قيلة او متوقع. هي دي تمام. طيب اللي بعدها اجمالا اون كتو كانو بيقولك بكوز. افتر اول هي اللي معناها دي سبايت وات هاس بن سيت. ع الرغم من كل ما قيلة او ما كان متوقع. تمن عشرين بدا بفرق. الشي ده مينز معناه اني اه معناه ايه? في مكان شخص ما او شايم ما. بالشي ده معناه ايه? معناه اني كزا بديل لكزا. تمام? طب نقولها اجمالا. من ناحية يكون امينا ولا بدلة من كزا هي دي. ده معناها بدلة. تسعة عشرين بدلة فراغ. الكلمة اللي هنا دي بتدي نفس المعنى لكلمات افتر. افتر معناها بعدها. بتوزن اطلم يكون كزا حتى كزا. يعني معناها انت عملت ده وبعدين عملت ده اه ماشي هي دي. بالسوزبر. ذات من المحتمل بفضل الاكسر اهمية. لا هنرجع هي بديلة لكلمات افتر. تلاتين الشي ده بيديني تناقض. لا ده كزا والكزا سوى كزا وكزا لا ده مش تناقض. ده مش تناقض التناقض في اللي احنا قلنا ايه بديلة ليه على الرغم من ودي ايه ايجابتنا في تلاتين. خرك الشاشة عشان نخلي الجملة واحد وتلاتين ظهر بطريقة افضل. برضو بادى فراغ الشي ده ده معنى بطريقة بتتوافق مع نظام او بتطيع او يعني متوافقة مع مجموعة او سلسلة من ايه من القواعد. طب ايه اكوردنج تو طبقا ليه بانتا كده ايه وتقول ان ده طبقا لكزا. كونتو تكون كل جمدات معناها بالوصول ليه ختمة بان كزا بالمقارنة بالاضافة اللي احنا قلنا اكوردنج تو طبقا ليه هي اجابتنا في واحد تاتين. اتنو تتنبقى اضافرها برضو. الشي ده معنى ايه كدفع كان اجري يعني فلوس يعني او او ايه او مكافأة لشيون ما. كزا في الاعتبار. ده يعني اشرح لك. ولا معناها اللي هي في مقابل ده يعني مش في مقابل مش معناها ضد يعني. اه معناها ايه ده حصل في احنا ايه بدور نعمل لك كزا. اه بدور ده انت عملت كزا فبدور نحنا هنعمل كزا. هي ده هي ده. معناها في كلمات اخرى ودي ايه لا مش هي ده معناها اللي هي يعني ايه بنقول انت عملت ده وبدور نحنا هنديك ده. هزا ده نبدأ بفراغ الشي ده يمكن استخدامه. الشي ده بنستخدمه عشان نوعد بي اه مقابلة او اجتماع بس ايه بعدين في اقتلاح. نقول مستف Eloi in conclusion لا يورز faithfully ولا once upon a time ولا سي وذني اراك عند از نبولك رحل. واحدة فربعة تحصل برض ما باد الفراغ means considering everything كزا معناها ايه مع الواضع في الاعتبار لكل حاجه ايه يا ده بقى نقول بوجه عام ولا معناها اجمالا ولا مع بعض يعني اجمالا. وطبعا انا بقول لك الاتنين مع بعض ولا انا بقول ايه بقى عن وضع في الاعتبار لكل حاجة. طمام. طالما انت وضعت في الاعتبار كل حاجة يبقى تنفع اولين جنرال يبقى كده ينفع وجاء بقى في اربعة وثلاثين حاجة شاشة. اه يعني جزء كده بسيط. عشان انت تبقى خمسة وثلاثين ظهرت بطريقة افضل جولك فيها. في الكتابة كلمة اللي جاي او التعبير اللي جاي. لما ديكتب التعبير ده اللي احنا هنقول. معناه ان انت او بتستخدمه عشان تبقي ان انت وضعت في اعتبارك كل جزء من الموقف. اجمالا ولا من ناحية كي يكون امينا ولا نستطيعه بدلا من اللي بيهديني التعبير ده هو اجمالا. ستة وثلاثين بردو 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 بفراغ. الشيء ده التعبير ده بستخدمه عشان ابين نقطة اه اه جدلية قوية جدا. ماشي? طيب اللي هي فيها نقاش يعني. ما يكون كزا حتى كزا يعني معناها افتر. طيب من المحتمل? لا. بفضل بردو لا. مين ده? اه الاهم من ذلك كله. انت عملت عرض قضية وبتناغش ووصلت النقطة شايف هي ايه? هي التوب بتاع كلام. يبقى تقول ايه? سبت انبدأ بفراغ الكلمة دي او التعبير ده بيديني السبب. كوز. ولا كزا وركزا ولا ديوتو وديوتو معناها بيكوز. يبينزو على الرغم من وديد الديني زي ما قلنا الافكار المتنقلة. نحرك الشاشة ونروح مع الجملة رقم تمانية وتلاتين. وقبل ما نروح لها بالأكد شباب ان الفيديوهات المتسلسلة دي سواء كان اللي كحنا قلنا عليه في جمل اه بتراجع القواعد اللي هو كان اه كان سميناه او مش احنا سميناه الكتاب يسميه بالاضافة لدولة والحاجات دي ولسه كمان ان شاء الله فضمها دي مهمة جدا 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 في بتعلمك ازاي ممكن تكتب جملة دقيقة وصحيحة. سواء هتحتاجها في موضوع الانشاء هتحتاجها في الترجمة هتحتاجها في اسئلة مفيدة جدا جدا لكل سؤال في الامتحان. نروح لجملة رقم تمانية وتلاتين ويقول لك فيها. كزا معناها ان انت هتصل لختمة بخصوص شيئون ما. طيب نقول لها طبقا لي ولا بالنص للختمة كزا. ولا بالمقارنة بالوصول الى الختمة اني كزا. تسعد نقول لك فيها لما بتضع في اعتبارك حقائق معينة. في اتخاذ القرار بخصوص شيئ ما. انت كده بتعمليه ايه بقى? بتضع في اعتبارك او بتضع في حزبانك ولا دعهم يشرحوا ولا بتدي كزا في المقابل ولا سيف هتقول بكلام بكلمات اخرى كده بقى. عربعين بولا فيها حادث فضيع ربنا عافينا وقع في بنها. فراغ وبعد كده فلسطوب بالجملة دي كده خلصة. مين من التكملات اللي جاية? شوز كوز بيديني السبب. مين? يا ترى. نقول بسبب السواج المتهور. ولا السواج كان حريص. ولذلك بعض الناس بعتوهم مستشفى. ولا محدش مات كده اللي بيديني الكوز هي. يعني الحادث اللي حصل دي حصلت ايه? حصلت بسبب السواج المهم. نحرك الشاشة عشان نروح مع جملة رقم واحد واربعين. ولكن تاخد بالك ان بداية من الجملة واحد واربعين هتبدأ الاختيارات تبقى طويلة شوية فهنجيبهم جملة جملة يعني هنخلي كل جملة حتى بقى انت مركز عليها قدام. واحد يقول لك فيها مين في اللي جاي? في الاربعة دولة اللي ينفع نستخدمه علشان نقدم بمعنى فقرة تمثل صلب الموضوع او او جسم من جسم الموضوع في مقلة طويلة جدا. على تغيرات ايه? المناخ او التغير المناخ. مين فيهم? يترى تكونكلود لكي نختتم. لا. لو هختتم يبنى ايه? دا. بدينا مش هدي فقرة جديدة. طيب. تصم قبل كي نلخص? برضو لا. لان انا لما اقترى ما هلخص كي نبقول تكونكلود بنامى اختتم. لمسة طلما تقرى لنا الباقي لا مش محتاج. ما انا بقول لك تكونكلود خلاص. ننجز بقى. كي نبدأ بقى نبدأ بكزا. لا ازاي انت بتبدأ وبتقول ان انت هتديني فكرة جديدة. لا فكرة جديدة بدنا مش تبدأ. علاوة على زلك. اه هي دي. علاوة على زلك. معنى انت ايه? هتضيف على العد. المزيد والمزيد من الخسار. دا جب اضعها في الاحتبار كنتيجة للتغيب المناخي. تمام كده? العالم اجمع في هذه الايام. نروح لجملة رقم اتنين ورابعين او ماشية تمام كده. من اللي جاي? اللي نستخدمها عشان نقدم بها اول الفقرة. اول فقرة. ليه ايه? كزي ما قلنا ايه? جسم الموضوع. طيب نقول لكم نختتم لا. توسمى بنلخص لا. نبدأ? اه هي دي. نبدأ دي المرة دي بقى اخد دي. كي نبدأ. بمعنى نرقض ضوء على معيير ونقيس بايدة جبن منت بيعتمد اتخاذها بوسط لحكوماته عشان ايه? عشان نقلل التلوث. تمام دي. كده احنا استخدمنا في اتنين ورابعين الجملة في حرف سي. تعال اروح لي. الجملة الرقم بتا ترميه لك فيها. المقال التفسيري. ماله. ايه مواصفاته? نقول ايه بقى في الاختيارات دي. بيعيد ذكر او بيحكي حادثة او خبرة انت او اخرين مرتوا بها في لا يعني. ده مش تفسيري ده انا مش بفصل كده. طيب. يتطلب انت انت تتحرق. فكرة اما بتقيم دليل او برهان. وبتديني نقطة دليل الامام بخصوص ذات ايديا بخصوص ذي الفكرة. بطريقة واضحة وعقلانية اهي دي. كده انت بتفسر بقى. تمامي بدأ اسمه ايه? مقالة توضيحية او تفسرية. ودي ايجابتنا في الجملة رقم تلاتة واربين. خلاص احنا كده مش محتاجين نبص على باقي ايه? باقي الاختيارات. بقول لك فيها في الجملة رقم رباربين عن المقالة الجدلية. الجدلية انت بقى بتتجادل ما حد في حاجة. انا حركة شوية. مش بستبهيها لشغل عينك لاني زي ما قلنا الاختيار طويل قوي. في المقالة الجدلية ايه اللي بيحصل? بتحكي خبرة او مواقف زي ما يعني انها من شوية بتتحرك? هي عبارة عن شكل من اشكال الكتابة الاكاديمية. او ده مستطب البيين ما كملتهمش يا راية الفلايه? لان انا لسه اقل لك التعريم في الجملة العاددة. ازا عبارة عن شكل من الكتابة الاكاديمية. اكاديمية يعني انها كتابة رسمية شبا. بتكتبها في مجال الدراسي. اه معناها انت مع شيء. تمام? معاه. عندك وجهة نظر او رأيي. تمام كده? اه انت بتأيده وبتسنده هي ليه? انت كده ايه? بتعمل حاجة اسمها حاجة لها علاقة بالنقاش او الجدال. فانت عندك وجهة نظر. تمام كده? بتأيدها وبتسندها بطريقة ان ايه? بتعرضها بطريقة انقاشية وكمان واضحة جدا وبتوضح وجهة نظرك معها. طيب نروح ليه الاختيار دي نقرأ برضو ما فيش مشكلة. اذا فهم اف اكاديميك برضو شكل اشكال الكتابة الاكاديمية. مبني حوالين وصف موسع لشخص ما اقول لا مش هي دي مش هي دي الارجومنتاتف. نروح مع الجملة رقم اه خمسة واربعين وقول فيها. وشتة فالون سنتنسس كود اند ان اسي. ممكن تنهي مقالة عن ده التكنولوجيا الحديثة. مين الجملة اللي تنفع تختم بقى? ختاما اه ماشي بس نصبر شوين كاملها. التكنولوجيا الحديثة. الروح العالية الابتكارية. اه هي دي. بدي الجملة اللي ينفع استخدمها. تمام? علشان اختتم بيها مقالة بتتكلم عن ايه? بتتكلم عن المودن تكنولوجيا. اللي بعدها بقول لك نبص في الاخترار التاني. لها عيوب لا ما ينفعش كلمة عيوب. يعني كلمة عيوب دي شايفة? ما تنفعش ما بكلمة حاجة كويسة للمودن تكنولوجيا. الاو على ذلك مودن تكنولوجيا هاز فاسيليتيتد اوار لايف سو ماتش. طيب فيرزر مور لأ فيرزر مور معناها انت لسه ما خلصش ده عايز تكمل لانه انها قلنا ان كونكولوجيا. معناها انه لشاء مسلم بي او المسلم بي. ده مودن تكنولوجيا الحديثة لها تأثير عالي. الحياة اليومية لأ انت بتختدم يبقى نوليه ان كونكولوجيا. نتحرك مع جملة راقب ستة واربين بولك فيها من جملة اللي جاية. ممكن تبدأ نسي مقال عن ايه? معناها عيوب. على عيوب اللي او سلبيات التكنولوجيا الحديثة في حياتنا ايه العديثة. او في الحياة المواسطة. طيب ان كونكولوجيا ان ختاما. مودن تكنولوجيا. لأ مش هي دي. لأ يمكننا التجاهل ان التكنولوجيا الحديثة هي دي النقطة المفتاحية. ايه دي نقطة المفتاحية? خلا? ستبق ااخدها يا جابة لان الاختيارات هم هم اللي كانوا جايين في الجملة اللي عدت وحنا ايه? سبقوا ترجمناهم. يبقى هي دي جملة اللين فاخدها عشان تعبر عن او العيوب بتاعت التكنولوجيا الحديثة. نروح لجمنا رقم سبعة وربعين بولك فيها وتشد منكم اللي جاية. تبدأ مقالة بمعنى فقرة من آآ فقرات جسم الموضوع. يعني نقسي على مقالة بتقص ايه? آآ التأسير الايجابي للتكنولوجيا الحديثة على الحياة الحديثة. نقول ايبا? نقول هنا كده نقول لن نبدأ. طيب. لا يمكننا نتجاهل لأ برضا. علاوة على ذلك? لا. اه هي دي? آآ انه لامر مسلم به. تكنولوجيا الحديثة لها آآ تأسير رائع. كلمة هي معنى رائع. هي الجزء الحلو اللي هي دي اه في جملة رقم سبعة وربعين. على الحياة اليومية. نروح مع جملة رقم تمانية وربعين. مين من اللي جايين لاربعة دول? جزء من مقالة اللي بيخلي الشيء صعب. تواجهة ان يجوب ان انت تحصل على وظيفة ايه? وظيفة جديدة. ايه في دولة اللي ينفع? تمام يكون جزء من مقالة. بتتكلم على الاشياء التي تجعل من الصعب المحلقة وظيفة. ايه? لبعض الناس تغيير تغيير اتجاه العمل بتاعك? ده لا. انت مش بتغيّد انت حاجز وظيفة. طيب. نقص الخبرة في مجال العمل كد بي العاقل اساسي. او معاقل اساسي. اه ماشي. دي هي كويسة بس نزور عليها شوية. اللي بعدها شخصيا يعني من وجه النظر انا عندي خبرة كثيرة المواقف لما رديها? لا. لا مش هي دي. المهارات الشخصية ان انت تشغل مواقم اللي هي بقولوا عليها اماكن او وظائف معينة? لا. ده احنا بنقول حاجة تمثل مشكلة صعب ان انت تلاقي اه فرصة عمل. يبه هي نقص الخبرة هي الاجابة في جملة رقم تمانية واربعين. مهارك الشاشة مع التسعة واربعين. يقول لك انا تقدمت للوظيفة الجديدة. ومستنى الرد بتاعهم على طلب بتاعي معناها بفرغ الصبر زمجه. طيب ايه معناها العبارة دي? اللي هي معناها ايه? معناها انا خلاص فقدت الامل مش متوقع الوظيفة ولا? انا منتظر بلا امل ولا? انا اعاد على عصابي زي ما بيقوله وبقول يارد بسلمه ولسه يا احساب اهي دي بقى انت كده ايه بقى اعاد على عصابك متوتر جدا. في انتظارك ليه النتيجة بتاعة ايه? بتاعة الوظيفة. ايه مشهور ايه جدا جوب انه بتاكد لحصل الوظيفة? لا. انت كده ايه? لا في الاختيار سيه هو الاجابة في تسعة واربعين. روح يجبنا رقم خمسين. بقول لك فيها عندما رأيت ايوان ضخم جدا ده تعبير. ايه معناها طلعت من جلدي? لا. طلعت من جلدي معناها ايه معناها? لها تعبير هيا. اعزوا لك كنت مرعوب يعني. هميز كنت مندهش بولد بولد. معناها اصلا ولا تريفايد معناها مرعوب خايف كوفش رجد جدا ولا بريفش وجع كده انت تريفايد. واحد اخميز يقول لك ايه? عندما استردت يعني ايه قدري يجع يتنفس طبيعي تاني. اعزوا لك عندما يعني لما دقيت خلاص ادري تنفس تاني. تمام? انا اسرعت الى منزل اسفلت زي كنت باسرع ما يمكن. ايه معناها الجملة دي? معناها كان في صعبة في التنفس? لا. كنت بتسرخ بجنون اه طلبا للمساعدة. ولا وجهت الموقع بشجاعة. ولا لقت تتنفس بطريقة طبيعية تاني هي دي. لانه نقول لك ايه? عندما استردت نفسي. يعني قدري يتنفس تاني بطريقة طبيعية. نروح مع جملة اتنين وخمسين ولا فيها ارقان ولا الفراغ. ايه سي? المقالة اللي هي موصفتها دي. هنجيبها. اذا فهموا في اكاديميك رايتنج شكل مشكال كتابة الاكاديمية قلنا الكتابة اللي هي كتابة الدراسة. جامعة مدراسة كده. بتتم بناء حولها شيء مفصر وصف. اه كلمة خلصت لك الكلام. طب نقول ده ناراتب رواقي ولا وصفي ولا رسمي. الفورمال دي ده مع مع الايميل والليترز ميجيش معلسي. يبقى هي اللي جابة في الجملة رقم اتنين وخمسين. ناخد لك الشاشة ونروح معها. جملة رقم اه تلاتة وخمسين. بقول لك فيها كملينا جملة اللي جاية عشان تعبر لنا عن اضافة. طيب ايه الجملة? هادي بيفضل زيارة طيب. الجملة اللي تمثل اضافة للجملة دي. ايه? على الرغم من تبدأ تناقل مش اضافة. لانه لانه بيحبها مجازة? لا. كده بتدينيه سبب. بالاضافة يبدي اضافة للعادة. كلمة بتديني اضافة شكرا. طيب. كان معناها لذلك لا. يبقى احنا عايزين ايه اضافة? اربعة وخمسين. اترى بالاكسنت الحادثة فضيئة ربنا عافينا. جملة اللي احنا لسه يمكن كنا قيلينها من شوية. طيب. جاء فراغوت من التكملات لجيئة النتيجة. اللي عدد كنا بنقول لك ايه? بنقول لك كان سبب الحادثة. الوقت عايزين النتيجة ايه? بسبب السواج المتهاوق اللي النتيجة. عرغم سواء كان حريص? لا مش نتيجة. ولذلك اه هي لدي نتيجة. بحادثة حصلت. ولذلك بعض الناس تم رسالهم ايه? للمستشفى. نتحرك مع الجملة خمسة وخمسين بقول لك فيها. من الجملة اللي جاية. كان شو بتوريني دي مارتس. دي مارتس معناها عيوب. اللي هي اه الوسائل الاعلام. واحدة من يعني اللي جاي ده يديني عيوب. صرف لي معناها مما يدعو للأسى. يعني الحاجة تحزن زي ما يقولوا. ماس ميديا وسال اللامبا ممكن بتديني نوع من الادمان. وبرضو بتديني بالاضافة لحاجة تاني معها. اللي هي الفقدان التناغم اه الاجتماعي. يعني مفيش توافق او تناغم اجتماعي. اه هي دي اللي ممكن نعتبرها واحدة من eles. بس نوضبر ربما يكون في حاجة تانية. توكن كلوك إن اختتم مائز ماديا الميزة مش عيب. اولا نضع في اعتبارنا ده ما هو بالسوشيال ميديا. انا بكلمة على سوشيال ميديا. سوشيال ميديا هي وسائل التواصل اللي موجود على انترنت. لا الماس ميديا اللي هي وسائل العلام. يبقى كده نرجع نأكد على اختيار ايه? اجابة وحيدة صحيحة في الجملة الرقم خمسة وخمسين. نكملها بس ايه نكمل خطك لها جملة طويلة شوية. ونحرك الشاشة مع جملة ستا وخمسين حقنا الاختراض طويلة فبنحرك لك الجملة بتبقى زهرة قدام عني. من الجملة اللي جاية ننفعل استخدامها جملة ختام مع مقالة الهلاقة بتغيرات المناخ. تلكن كله لك اني اختارت بقصبر قواعد المرور. انا ما يجد اقار المرور. انا بكلم عن كلايمت شينجيز. شينجي با هنا هو دي مش هتنفهم. تصمب لك ان نلخص ما الانسان السيء. هو اللي يقع عليه اللوم. اه. لمستوى التغير المناخي. احنا بنعاني منه في هزي الاياب. اه هي دي الجملة اللي تنفعي خيات المقالة. طبعا مسلا انت استعجلت وفتها ليه? بص يا سيد نزعل شكتو ستارت واز عشان نبدأ? لا. موروفر علاوة على ذلك. لا ايبا كده انت مش بتختادم ده دوب بتدي ايه? بتدي حاجة اضافية. نروح لسبعة خمسين. بيقول لك فيها ربنا عافينا. اللي هي هنا. مالها با. لا تزال في موضع انتشار. يعني لسه بتانتش ربنا عافينا. لكن هناك ضوء في اخر النفق. ايه معنى الجملة دي? معناها هنوصل لاخر النفق? ولا سومثينج باد ولها بين حاجة وحشة تحصل ربنا عافينا? ولا ويشودها بلاطف هو. لازم يكون عندنا اذل الحلوة دي. حتى او برغم من everything is dark. برغم الظلام المحيط لازم يكون في امل? اه تمام. ونكونش متفاعلين حتى لو كانت كل حاجة واضحة? لا. المندول بجملة في سبعة وخمسين هو في الحرف سي ناخدها اجابة. نروح لجملة عن تمانية وخمسين. بيقول في تمانية وخمسين. كلمة معناها بيقولوا عليها كلمة رابط. تمام? من الكلمة في دولار اربعة اللي هي كرابط يجي بعدها سبب. يجي بعدها سبب. مين فيهم? على ايئة حال تديني تناقض. اولا انت كده هتحكي. طيب. ومن ثم? ولا معناها كانوا بيقول لك ايئة. كانوا بيقول لك بسبب كزا. ايبا هي دي. تمام? بنتي ديجي بعد ايه? يعني السبب. لسا خمسين بيقول لك فيها وتبدأ عن اسي. مين اللي جاية في دولة ما ينفعش اختم بيها? مقالة. اختصارا ولا تستارت واذا هنبدأ? ان خاتمت وصمت بتلخيصا لكزا هي دي ما ينفعش تكون ختام لمقالة. تشوف اقومنا رقم ستين. يقول فيها المقالة الروائية. انت بتحكي بقى كده. ما لها? بتحكي حكاية او خبرة او حادثة انت مريت بها او حد تاني. ماشي. بتطلب منك تتحرى فكرة? لا. كتابة رسمية بتعيد فيها بوجه النظر? لا. اذا كتابة اكاديمية. لا. يبقى الناراتف انت بتحكي بقى. معنى كانت يعني كانت ايه ناريت زي ما بقولوا اه في جملة رقم ستين. نحرك الشاشة نروح مع واحد وستين. الجزء ده. ده. جزء من مقالة مواصفاتها هي ادلة اهي. المقالة هي ديسكريبتيب غصفي. ناريت بروائي. برسويزيب اتماعي. ارجومنت ده بجادة لنقرأ عشان نشوف دي مين فيهم. ده رود الفرج اكسيس بريج. اللي هو كوبري المحور بتاعها هي رود الفرج. واحد من المشاريع الهندسية الحديثة في اه في القاهرة. طيب. ده عبارة عن كوبري او محور اه في شكل يعني بكابل معمول بكابل يعني بكابلات بيربط القاهرة منطقة رود الفرجة كبري معالق يعني. تم تشهيده ببعز عدل اتساع بتاعه. اتساع وستين متر وثلاتة من عشرة. واخد لقب او حصل في موسوع جينيس للارقام القياسية على اوسع كوبري معلق بماشين طبعا بيدي له ايه كده هو بيوصف الكوبري وبيتكلم عن معمول امتى ومكانياته ايه وتبنى الزائي والحاجات نروحكم لاتنين وستيامي والاكفاء والتجد من في التكملات اللي جاية اللي بتوريني معناها غرض للجملة اللي جاية انا عادة بستخدم مواقع معناها متاحة حتى لو ما كانتش موضع ثقة ايا كانت غريبة ولا مش غريبة لا ما ينفعش ولذلك يمكنني الحصول على المعلومات المطلوبة بما انها ايه بما انها موضع ثقة والزوء تفيد التناقض ما تنفعش معنا نروح لتالاتة وستين يقول فيها احنا وضعنا في اعتبارنا كل العوامل انت كده فكرت في كل حاجة طيب هنا هو عامل سامي كولن وبعد كده هو جاء فراء وبعد كده جاء بكمها المشروع حقق فوائد عليه طلبا على كذا او عشان طلب كذا والاون ديمان هند من ناحية والاون بلنس معناها واضعا في الاعتبار لها تشريح التاحة ده هي ده هي اللي جاء بتاعي على الجانب اخد بتديني تناقض شباب ده بيبقى شخص زعيم لقضية ما يعني قلبه من الحجر ده معنى هو ايه؟ قلبه مريض معناها سازج يعني تقدر تتحكى ليه بسرعة عملي جدا قاسي جدا هي ده يا جاء انسان قاسي جدا اللي يقول لك قلبه من الحجر طيب خمس وستين بيقول لك فيها يعني معنى الجملة زي ما كانت بتشكوا من الظروف بتاعت العمل بتاعتها بعد كده معناها ساندناها تجاهلناها ايدناها وساندناها عقبناها كده احنا بقى يبدأ معناها يساند نروح لستة وستين بيقول لك فيها من اللي جاي ما يعبرش عن الكنتراست ما يدينكش تناقض فمين هو مشغول هو مجغول هو مجهول وبالتالي مش يدى تواصل معنا انا اعاكم اريكا لا يمفيش فيها تناقض هو مجغول وبالتالي مش يدى تواصل معنا لا يفيها تناقض هو مجغول ولكن هو يتصل بيننا لا دي فيها تناقض. دي فيها تناقض. كده بقى مين? يبقى. مجهور وبالتالي مشاهدة لتواصل معنا. نحرك الشاشة عشان نخليكم رقم سبعة وستين ظهروا معنا بطريقة افضل. يقول فيها من الجملة اللي جاية تبدأ مقالة على ايه? التأثير الايجابي للمودن تكنولوجي الحديثة على ايه? على حياتنا الحديثة. مين اللي تنفع في ده? انكم قلوشاً ختاماً? ازاي بنقول ختاماً? وازاي بنقول ابدأ? لا ما ينفعش. طب ليمكننا ان نتجاهل. ان التكنولوجيا الحديثة is a result. آآ. انتم مش هلها عيوب? لا ده نقول positive. علاوة على ذلك. يسرت او سهلت الحياة بتاعتنا كتير جداً. دي مش بتبدأ. لكن ده بني على حاجة عادة. اه هي دي اه معناها. اه شيء مأخوز على كهمر المسلم بين التكنولوجيا الحديثة لها تأثير رائع على الحياة اليومي. نحرك الشاشة شنخلو نجوم للعقام 68 زهراء بطريقة افضل. القراءة بتوسع الافق بتاعنا. موروفر علاوة على ذلك. بتسري الثقافة بتاعتنا طيب. موروفر اللي هي اه معناها علاوة على ذلك. بتبين ايه? سبب ولا كوز برضو سبب ولا كنترست اناقض ولا اضافة اديشن. مش بقول موروفر علاوة على ذلك. تسعة وستين ولا فيها. الجزء ده. اللي جاي ده. جزء من مقالة مواصفاتها انه هي ديسكريبتف وصفية ولا ناراتف روائية ولا اقناعية ولا جدلية. تعال نقرأ. تعلم شيء جديد ممكن يكون خبرة مخيفة. واحدة من الاسوأ الخبرة في حياتي كانت كيفية تعلم السباحة. انا قررت ان السباحة على اي حال يعني مهارة مهمة جدا. انا كده اعتقدت ان التعلم تسووم السباحة يخلي جسمي مدنيا قوي. شعرت اني ده يساعدني. هكون اكثر ثقة. بدأ عمل يحكي. بيحكي عن حاجة تخصه شبا. كنت بتوتر شوية. بالرغم من ده طبعا تم تشجيعه. بيجولي بالتدريج. اذا طبعا واضح ده انه عمل يحكي يبادى اسمه ناراتف اسهي مقالة روايي. اتحرك مع الشاشة عشان نروح لقوم رقم اه سبعين وبيقول لك فيها من هذه اللحظة والى المستقبل. ماشي. لازم تعمل واجب بمجرد متاع. طيب ماشي. الجزء اللي تحته خط اللي انا عملت لك خط ده. from this moment and into the future. انا خططها لك. ومكتشحة انا اعتضلها تحت خط. معناه ايه? معناها from tomorrow on من بكرة? ولا starting from tomorrow نبدأ من بكرة? ولا from now on من الان فصاعدا? هي ده. from this moment. هذه اللحظة. دي معناها من الان فصاعدا. starting from يستردين نبدأ من انبالح? لا طبعا. معناها ان الصورة تساوي مئة كلمة. الصورة تساوي مئة كلمة. طيب ايه بقى المعنى الجملة دي? you shouldn't be talkative? ما تحكيش كتير? ولا you should be silent لازم تكون صامت? ولا it's better to show than tell. اه. سالك انك انت توري الناس حاجة افضل ما تقعد تحكي. اه هي دي. يعني اقول لك ايه? الصورة بتساوي ايه? بتساوي. احنا اقول لها مئة كلمة. لا هي الف كلمة. الصورة تساوي الف كلمة. خلي بقى انه تلت اصفار. نقول لها مئة. لا هي الف. تمام? الصورة كانك ايه قلت الف كلمة. اللي اختار لاخير. it's better to tell than شو انك انت تقعد تحكي افضل ما نبين مدى ما تعرض لا يا باشا. ان انت تعرض صورة او تعرض حاجة مرئية افضل كتير جدا انك انت تقعد تحكي تحكي سانا. الناس يقول لك فيها. اه عاز قولك بيعنف نفسه يعني. علشان نزل في الامتحان. طيب. قرر انه هو اه يحاول مرة تاني. ولا he wants to forget all about that event. عايزين انسى كل حاجة بخصوص هذا القدس. ولا he blames himself بيلوم نفسه for filling the exam في صوته في الامتحان ولا he ignores that event بيتجاه الموضوع. لا اه كده بيلوم نفسه. في 73 بيقول لك اي من القادم جزء من مقالة عن التغيرات that you have experienced اللي انت مريد بها في حياتك. طيب نقول لبقى لبعض الناس تغيير العمل لا. كده لا ده منهاج دعو بيه بالتغير انت مريد به كخبرة في الحياة ده وبتكلم عن تغيير العمل هنا. طبعا مش هي دي. نقص الخبرة في مجال العمل. انا بقول لا مش باتكلم عن موضوع نقص الخبرة في مجال العمل. لا انه هو مش هي دي. معناها من ناحية شخصية. اه عندي خبرات كتيرة بسبب المواقف المتنوعة معناها مريد بيها في حياتي. اه هي دي بتكلم عن خبرات انت مريد بيها في حياتك وتعلمت من ها ومن هذه الخبرات يعني ايه اشياء كتير اجد ماشي. طيب بس دسا نشوف اللي بدي جاية. المهارات الشخصية لان مش دعو بالمهارات وبتكلم عن المهارات. نروح لها اربعة وسبعين. بقول في اربعة وسبعين وشت. من اللي جاي ما ينفعش نستخدمه للحديث عن التناقض. قلزو تناقض تناقض. اذا رزلت نتيجة لي هي دي ما ينفعش تكون لها علاقة بالتناقض. خمسة وسبعين وشت. من اللي جاي كان بيوز دي ممكن استخدامه في ايميل رسمي. باي الى اللقاء عزيزي. يورز يورز سنسيرلي المخلص لسيادتكم اوه تمام. لف رم على الحب مين? لا دي كده. الفورمال بناخد معها يور سنسيرلي. ستة وسبعين بدأ بفراغ ولك فيها كذا. ممارسة الكسير من الرياضة. هو كمان بيحب هي القراءة. بدأ معنا اني في اضافة. اللي جاي ده اضافة للعدد. طيب. من اللي يكمل الجملة ده هي. بتديني اضافة. عرار من ده تناقض. از والاز هي اللي تديني اضافة. تديني تناقض. بتديني سبب. يبقى از والاز هي اللي تديني اضافة. نحرك الشاشة عشان نخليكم رقم سبعة وسبعين معنا. وجه ده كان من من اللي جاي ممكنين هي ناسي مقالة مميزات تغيير الحياة العملية بتاعتك. او تغيير مهنة يعني. طيب نقول. مو روفر علاوة على نزالك تغيير الحياة المهنية. كود انيبو اللي يمكنك اجعلك قادة على يوميك مور ماني. اه ان انت تعمل فلوس كتيرة. او مزيد من النار بغض النظر. بغض النظر الخبر اللي انت ممكن تكتسبها. لا. ختاما. خلي بالا يقول لك اند يختم. طب اند مو روفر علاوة على نزالك من انت لسه ما خلصتش. هنكون قلوش اهلي في اختم. اه هي دي. تغيير الحياة المهنية مهم جدا. اه تمام. ده كلام معجوم. بتكتسب خبرات جديرة جدا. وعديدة جدا. في مجالات متباينة ومختلفة. ايبا هي دي الاجابة. ازاي ابدأ وبقول اند. اختصارا. ممكن بس نزبط تشينجين كارير. اهدار للوقت لأ. ده هو بيقول لك ايه ده حاجة كويسة. يبا دي متنفعش. نروح لثمانية وسبعين وبيقول فيها العامل اللي شغال في المحل. ان حسب الجملة معناها اقنعني. اقنع انه هيشتري التشيرت الغالي ده. طيب عايزين الكلام ده سمحل للشرق بسعر المخفض. لا بالعكس. اقنعني ان انا ياجي بعدين علشان عندهم مجموعة افضل هتبقى موجودة. لا. اقنعني اشتري اهي دي. لانه هو بقى خليه يشتري التشيرت الغالي جدا ده. اجبرني على شكلها هو ما اجبركش عشر. هو اقنعك بالشرق. تسعة وسبعين بتقوله تلا من اللي جاي. لا يمكن استخدامه عند التعبير عن اف كونديشنال حالة من حالات اف. معناها بمجرد ان لا قدم لها شراقة ب اف خالص بس نصبر. زي اها زي اف بديلة اف بس هي عكسها. از لونج از لونج از لونج از نروح مع جملة رقم تمانين بقول فيها. من اللي جاي جزء من مقال عن المهارات ان انت محتاجها عشان تواجه تحديات المستقبل. ايه? مين في هم? هوفر علي تحال لا احد يمكنه تجاهل الخبرة عشان تبقى قابل للعمل. لا انا انا اش بكلم عن موضوع انت قابل العمل. موظم الخبراء بيعتفقوا على ان اللي هي اماكن عمل سوف تطلب موظفين. كان سكيلز مهمة هنا. بتتعامل مع او تواكب التحديات اللي هيواجهوها. تمام لاني بقول لك التالي. من نظر الشخصية اللي هي المعايير التقليدية والريمين ستظل في المستقبل. لا. معي التقليدية انتهت خلاص. هذا السبب الكسير من الشباب. عايز وظيفة في المكان اللي هو عايش فيه. لا احنا نتكلم عن تحديات المستقبل. يبقى الاجابة بي هي المناسبة لنا. اجابة في جملة رقم تمانين. نروح مع جملة رقم واحدة تمانين. طبعا الاختيارات طويل هنا هو. فبنجيب لك كل جملة ظهر معنا. قدامك لوحدها. الهدف من المقالة الجدلية. اللي فيها نقاش يعني. ايه? انا بقدم معلومة بطريقة جزابة وانت بتذكر لنا خبرة الشخصية او بتدي القارئ full details. التفاصيل about the place المكان you enjoyed visiting اللي انت استمتعت لبا زيارته. لما كنت في لوكسور. مع زملائك من شهر عدة. برضو لا. بتقنع القارئ. عنده argumentative معناها جدلي بفي نقاش. اه عز ايه? بتأيد وجهة نظرك او ما تتصبوا اليه يعني بخصوص موضوع ما. بتدي ادلة وبتدي براهين على نقطة النقاش بتاعت اه هو ده الكلام. يبا هيدي الاجابة. في واحد وتمانين. ماشي. اجابة طويلة شوية. اه اخر اختيار بتباين التفاصيل مميزات عيوب تعلم رقمي بقال له ده. وصلنا جملة اتنين وتمانين للشباب ودي اخر جملة في لكن هنا بدأت تظهر معنا الجزء الثالث من الموضوعات بتاعتنا بتاعت مهارات الكتابة. وتحديدا جزء علامات الترقيم ودي برضو فيها كم هاي من الجمل ان شاء الله هنعملها في فيديو بفيديو ان شاء الله. نرجع لانين وتمانين بيقولك فيها. هم تكون بتكتب ايميل رسمي. يعني رايح لشركة رايح لمؤسسة. يو شود انت ما تعملش ايه? لا يجب عليك ان تدي تحيات اللي هي بينك ومن اصحابك. ولا اللي هي جلس مي يعني. بتقدم نفسك. بتشرح بقى انت مين وعلاقتك معناها متلقي الايميل يا شباب. ولا بتصرح بموضوع الايميل بتاعتك بطريقة مباشرة اه في خط العنوان. ولا انت بتعمل مراجعة وتصيح للمسودة بتاعتك. لا. تلات حاجات كلهم انت رازل تعملهم في الفورمال ايميل. لكن اللي ما يفعش تعملهم ان انت تدي تحية اللي هي انت تستخدمها مع صحابكم لها تحية غير رسمي. كده الشباب يكون انتهى تدريباتنا على مراجعة في الجزء تحديدا اللي كان له علاقة بزاك انت تدريبتنا معك نم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلومة كبير اللغة الانجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.